الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونقل غير واحد من العلماء من الأئمة أن من لم يكفر اليهود والنصارى أو من لم يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر نقل الإجماع على هذا شيخ الإسلام نتيمية وغيره هذا المنافق أخ اليهود الزنديق المدعو محمد العيسى لا تجوز الصلاة خلفه وإن ابتلي المسلمون بالصلاة خلفه فالواجب عليهم الإعادة كما كان يفتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجهمية بأن تعاد الصلاة خلفهم فلا تجوز الصلاة خلف هذا المدعو محمد العيسى الواجب هو أن يتولى هذه العبادة الحولية التي لا يؤديها إلا فرد من أفراد المسلمين كل عام هي عبادة تقع مرة واحدة في العام ولا يؤديها إلا فرد واحد فأن يخترق اليهود المسلمين وأن يخترقوا أرض الإسلام أرض جزيرة العرب وأن يصلوا إلى هذا الموضع الحساس إلى هذا الموضع المنبر عرفة المنبر الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصد الموضع أن يصل اليهود إلى هذا هذا اختراق عظيم جدا وهذا جزء مما ذكرته قبل ويذكره كثير من الناس المخطط المكر والكيد الذي يكيده أعداء الله اليهود لدين الإسلام ولأرض الإسلام جزيرة العرب فالواجب أن يصلى خلف أهل العلم وأهل الصلاح في هذا الموضع فإن لم يستطع فالواجب عليه أن ابتلي بالصلاة هناك فالواجب عليه أن يعيد الصلاة نسأل الله أن يطهر الحرمين من دنس المنافقين ودنس اليهود ودنس النصارى سبحان الله العظيم أبوا إلا أن يفسد علينا هذا اليوم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد لا أريد أن يطيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر